شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة وعقب التوقيع قال مدبولي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الرغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اشتركوا في القناة